عندما يخرج النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية يقول بأن الجولان سورية لا يمكن أن يكون هناك مزايدة ولا يمكن أن يكون هناك مناورة ولا يمكن أن يكون هناك مواراة ولا يمكن أن يكون هناك تورية فمصر موقفها ثابت لا يتزعزع استمعوا إلى الرئيس وهو يؤكد عروبة الجولان السوري السراع العربي الإسرائيلي والذي أثق في أننا جميعا نتفق على أنه لا مخرج نهائي منه إلا بحل سلمي شامل وعادل يعيد الحقوق إلى أصحابها بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا تعود الجولان المحتلة هي احتلت إمتى الجولان؟ أنا بس أفكر الناس هي الجولان تم احتلالها مع توقيع فوضوي توقيع أحمق من الرئيس الأمريكي على أن الجولان إسرائيلية؟ لا الجولان احتلت في 67 تم احتلال الجولان مع احتلال سيناء في 67 يعني تم احتلال الجولان مش النهاردة ولا مبارح ولا أول ولا مع ترامب ولا مع اللقابلي ولا اللقابلي ولا اللقابلي ده سنة 67 موقف مصري ثابت الموقف المصري ثابت لم ولن يتغير